معكم دكتور سيد الخولي. آآ استاذ ادارة العمال بكل اتجارة جامعة هنشامس. آآ المحاضرة دي موجهة لديبلومة ادارة المستشفيات. السنة الاولى الترم التاني. آآ مادة التنظيم والادارة. آآ النهاردة هنكلمكم عن المحاضرات اللي اللي باقية في السمستر. ان شاء الله. هنتكلم عن الفصل الاولاني لديناميكية ببيئة العمل الجديدة. احنا كنا اتكلمنا عن حاجات قبل كده في المحاضرات. هنكمل معاكم المحاضرات البقية ان شاء الله عن طريق اللي هي آآ التعليم عن بعد. آآ بنتكلم في الفصل الاولاني من كتاب الفكر دار المعاصر. آآ عن نتكلم عن ديني ميكية ببيئة العمل الجديدة. آآ لان الفترة القادمة في الظروف اللي بتواجهها البلد اليومين دول آآ من مرض الكورونا. فآآ حرصا على مستقبل اولادنا وبناتنا في الدبلومات. هنقدم لهم المحاضرات ديت. اكنهم في المحاضرة بالضبط. آآ وممكن عن طريق موقع كلية ان شاء الله. آآ يشوفوا المحاضرات ديت بالشفافيات والصوت. هتبقى متسجلة فيديو ان شاء الله. آآ اتمنى لكم كلكم التوفيق بإذن الله. واتمنى اني لو فيه اي حاجة. كلكم طبعا انا منديكم تليفوني والايميل بتاعي من اول محاضرة آآ كنا مع بعض. فلو فيه اي استفسار اتصلوا بيا على التليفون الخاص بيا. آآ اللي هو وزيره مية ميتين واربعين تمانية وعشرين تلاتة وستين. وربنا وفقك كلكم. ازن الله. آآ تعال نتنى نظرة عامة على بيئة العمل الجديدة. آآ بيئة العمل الجديدة بتتميز بالاقتين. اول حاجة ارتفاع حد المنافسة في الاقتصاديات العالمية. قدت الى خلق فرص غير متكافة وبيئة عمل تتسم بعدم التأكل. طبعا فيه يعني حد التنافسية مثلا زي التنافسية ما بين امريكا وما بين الصيد. آآ خلقت جو غير يعني العالم دلوقتي مرتبق جدا بسبب اللي بيحصل اليومين دون. طبعا المنظمات الزكية دي اللي هي هتقود المستقبل. يعني كان فيه آآ تقرير طلع من انجلترا ان المنظمات آآ آآ سبعين في المية من المنظمات الكبيرة من الشركات الكبيرة هتبقى هتخرق برا مجال الاعمال. ليه آآ مفيش ما بيستخدموش اللي هو بيقول عليها الابداع والابتقار وخلق فرص جديدة وخلق منتجات جديدة كل الشركات دي هي هتبقى ايه آآ خارج سوق العمل. طبعا المنظمات زي ايه دول بيقودوا المستقبل وبيخلقوا فرص عمل آآ جديدة. آآ منظمات المستقبل اللي يحرصون على التزام بالمستقبل طبعا اهم حاجة اشباع احتياجات جمهور المتعاملين مع المنظمات. ايه الاحتياجات بتاعكم? ايه الطموحات بتاعت المستقبل? ايه الاحلام بتاعت المستقبل? بعض المنظمات زي قبل مسألة ما بيروحوا ابعب من حلم آآ المستقبل عن طريق الاداع والابتقار. آآ منظمات المستقبل اللي ده توقعات اداء مرتفعة يعني اللي هي تقول انا عملت لا 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 امدو الماء بس ما ينفعش الكلام ده. لازم الاداء المرتفع. وهم بيقدموا آآ بيئة بتعتمد على روح العمل. روح فريق العمل. مفيش الانا دلوقتي كلنا بنشتغل كفريق عمل. يعني مثلا في ظل الازمة اللي احنا فيها دي. آآ التوجهات كلنا ان احنا كلنا نكسف جهودنا من اجل كمجموعات فرق عمل من اجل خدمة المجتمع وخدمة المستهلك النهائي اللي هو الطالب اهم حاجة. آآ منظمات الاداية المرتفعة تكسب نتائج الاعمال منها على نتاج اللي هتحصلنا عليها من جمهور المستهلكين. الحكم النهائي منين? من المستهلك هو اللي بيرفع المنشأة او ممكن آآ ينزل المنشأة دي لأدنى مستوى وبذلك تطلع المنشأة ديت او المنظمة ديت آآ برا مجال ايهي التحديات اللي تواجه سوق العمل في البيئة الاقتصادية جديدة? اول حاجة رأس المال المعرفي. اللي اهتمام بالعنصر البشري. اللي السمار في عم العنصر البشري. اللي بنقول عليه الرأس المال البعرفي. الموارد البشرية بتعتبر العمود الفقري والاساس في الاداية التنظيمة. رأس المال المعرفي هو محصلة القدرات المعرفية او التبادل المعرفي بين قوة العمل البشريية والتي بدورها يمكن ان تستخدم قلق ميزة تنافسية وقيمة مضافة للمنظمة. فاذا اذا رأس المال المعرفي عنصر مهم جدا. العامل او الموظف صاحب المواردات اللي يمكن ان يضيف لمحصلة رأس المال المعرفي في المنظمة. اللي هي بنول عليها الفاليو ادد او القيمة المضافة. هتقدر تفيد قيمة مضافة هتستمر في المنظمة الحديثة ديت. العولمة. العولمة دي من ضمن الحاجات اللي يعني سواء انت مؤيد للعولمة او رافض للعولمة. العولمة مشى في اتجاهها في العالم. اصبحنا دلوقتي ما اصبحناش في جزء منعزلة. كل العالم مرتبط ببعضه. اي حاجة بتحصل في اي بلد ها بتأثر على البلاد التاري. اه فالعولمة معناها تلاشي الحواجز والحدود بين دول العالم مختلفة في منظومة الاعمال العالمية. مفيش بقى بيقول لك بقى شركة لا لا الشركات العالمية دلوقتي فاتح فروحها في جميع انحاء العالم. العولمة هي ظاهرة عالمية دي بتعتمد على تتبادل تضافق الموارد واسواق المنتج المختلفة والمنافسة بين مجالات الاعمال المختلفة والاقتصاديات الجديدة. اه طبعا زي ما احنا شايفين في ظل الظروف اللي احنا فيها ديت اي حاجة بتأثر يعني يعني الكورونا ديت حصلت في الصين اثرت على العالم كله. اثرت مثلا امبارح على سبيل المثال في اليومين التلاتة اللي فاتوا الاستاك ماركت او سوء الاسواق الامريكية انخفض بحوالي تلات اربعة تلاف نقطة. وده كان اكبر انهيار في الاقتصاد الامريكي من سنة سبعة وتمانين اللي هم كانوا بيقولوا عليه البلاك من دي اه او يوم الاتنين الاسواد يعني اه اعوذ بالله يعني ربنا ان شاء الله يحفظ مصر ويحفظ بلدنا ونتجاوز هذه المحنة اللي احنا فيها دلوقتي عن قريب ان شاء الله. ربنا ينصر مصر بازن الله. بالنسبة كمان ايه التحديات اللي هي التكنولوجيا. التكنولوجيا مشي فيه سرعة رهيبة جدا. اه والتحول المستمر في بيت العمل الحديث من خلال مثلا بقى فيه انترنت بقى فيه شبكات اعمال فقى فيه كمبيوتر بقى فيه تكنولوجيا اه معلومات. ده بيتطلب عمالة مؤهلة معرفيا ولدي مغارات وخبرات تكنولوجية عالية. يعني السوق دلوقتي محتاج. تكنولوجيا مش تكنولوجيا بقى اللي هي التكنولوجيا التصديقية. لا ده مهارات التعامل مع الادوات التكنولوجية الحديثة زي شبكات التواصل الاجتماعيشة النت الكمبيوتر تكنولوجيا المعلومات بقت حاجة مهمة جدا فيه البيئة الانتصادية الجديدة. التنوع التنوع ما بين يعني دلوقتي ما بقاش فيه راجل وسط لا بقى كلنا بنشارك فيه منظمات الاعمال في البيئة الاقتصادية الجديدة. التنوع في المصادر الموارد البشرية تعكس الاختلافات بين الثقافات بين النوع والعمر واللون والعقيدة والدين من اجل خدمة ايه المجتمع اللي انت فيه. فيعني امريكا دي هل هي بس فئة واحدة اللي لا ده فيه فئات ثقافات متعددة تاخدوا الاجزاء الايجابية من الثقافات المتعددة ديت وبقى اعظم الاقتصاد في العالم. سوء التنوع وتعادل الثقافات في الموارد البشرية كلهما يمثل تحديات وتقدم فرص لاصحاب الاعمال. ان احنا ناخد الميزة التنفسية من العمر ومن اللون ومن العقيدة ومن الدين ونغرسها في منظمات الاعمال. اه مظاهر التحيز الانت عن التنوع في الموارد البشرية زي العنصرية. يعني في عنصرية كان زمان اه في امريكا مثلا بيفرقوا ما بين السود. جات فترة مثلا بيفرقوا ضد المرأة والحاجات داية. التمازل التفلية اصر ضايرة الحاجز الزجاجية. يعني مثلا على سبيل المثال لغاية عشرين سنة فات ما تلاقيش رئيس مجلس ادارة واحدة ست. لا دلوقتي في وزيرة يعني عندنا في مصر هناك في حوالي سبع او ثمان حقائب وزرية مسكنها سيدات اه اه ممتزين جدا في عملهم ومبتهدين جدا في عملهم. فازن ظاهرة الحاجز الزجاجي دي مش موجودة الحمد لله عندنا في مصر. في رؤساء جامعات دلوقتي موجودة في مصر سيدات. في عمداء كليات سيدات انسوان. اه فنلاقي الظاهرة دي التنوع اللي اه في تحايز ناتق عن التعانصرات. اه من ضمن الحاجات الجديدة في بيئة سوق العمل في البيئة الاقتصادية الجديدة اللي هي اخلاقيات الاعمال. اه لازم فيه قوب مبادئ اخلاقية بتحدد معايير التعامل في بيئة العمل. هي توقعات المطلوبة في اخلاقيات الاعمال في بيئة العمل الحديثة اللي هي القيادة اللي تعتمل على اخلاقيات الممارسة والصدق. الشفافية. كل حاجة تبقى فيها شفافية ومنشورة على جميع الناس. مفيش حاجة متخبية دلوقتي. بقى بيئة محايدة ما بين حد وحد. حماية المستالك مهمة جدا. حقوق الانسان مهمة جدا في بيئة العمل. اه المصر الوظيفي العمالة الدائمة عمالته العقودة عمالة مؤقتة. كل الناس يجب ان يكون مستعدين لقبول اي واحد من انواع العمالة في بيئة العمل الجديد. مفيش بقى ايه اسفاتك الميري بمرمغ فطرابه والوظيفة الحكومية والكلام ده. لا. دلوقتي كل المصاري الوظيفي بيعتمد على القيمة المضافة للفرق. القيمة المضافة يعني ايه? هاي ازاي تضيف قيمة للشغلانة بتاعتك او المنظمة بتاعتك. يجب على الناس الناس ان يتأكدوا من مهاراتهم وقدراتهم وهي دي هال مناسبة لسوق العمل وما ده امكانياتهم في اضافة قيمة مضافة لسوق العمل. ده مهم جدا. ايهي المهارات والجدارات الاسية المطلوبة للنجاح في اقتناس فرص عمل في سوق العمل الجديد? اول حاجة التمكين. القدرة على الاتصال والتواصل. رياد الاعمال اللي يابن قول عليها. ازاي يبقى فيه ابداع فيه اتقار. حب التكنولوجيا. ازاي نطور نفسينا في التكنولوجيات المختلفة. سواء كان كمبيوتر سواء كان سواء كان نظم معلومات. التسويق مهم جدا. يعني انت بس من غير تسويق ما تقدرش تخلق فرص عمل جديدة. ازاي تسوق نفسك? ازاي تحسن من قدرتك على التغيير والمرونة لمواجهة سوق العمل. بالنسبة للمنظمة المنظمة بنعرفها على اساس انها مجموعة من الناس يعملون مع بعضهم من اجل تحقيق غرض ايه مشترة. ازاي نحق? احنا بنشتغل كلنا ايه? عشان نحق هدف معينة. ايه الهدف دوت? نزود الربحية بتاعت المنظمة. ايه الهدف دوت? ان احنا نحسن الجودة في المنظمة بتاعتنا. سواء منظمات الاعمال بتقدم سلعة وخدمة بتضيف قيمة حقية للمجتمع وتشبيح احتياجات المستالك اولا واخيرا. اه منين بتقل دلوقتي ايه هي متطلبات منظمات الاعمال بسوق العمل اجديد? اه طبعا منظمات العمل دي مش نظام مغلق. ده هو نظام مفتوح. النظام مفتوح يعني ايه? يعني بتعامل مع البيئة الداخلية وموع البيئة الخارجية. ايه هي البيئة الخارجية? البيئة الخارجية زي العوامل الاقتصادية العوامل السياسية العوامل الاجتماعية العوامل القانونية والتشريعات والقوانين. كل دي بتأثر بشكل بطريقة او باخرى في نجاح المنظمة. المنظمة تتكون مجموعة من الاجزاء منسج المعوضة البعض من اجل تحقيق الغرض العام للمنظمة اللي هو الهدف العام بتاع المنظمة او رؤية المنظمة. تتفاعل مع البيئة المحيطة لمجتمع العمال سواء كانت بيئة سياسية اقتصادية اجتماعية اه تشريعية القوانين بتكون بتحويل المدخلات الى مخرجات من السلح للخدمة. انتعارفين اي منظومة بتتكون من تلت حاجات السلحية. ايه المدخلات اللي داخلها? ايه عملية التحول سواء. وبعدين في الاخر بدينا مخرج. المخرج ده يا اما يكون سلعة او خبنة. وفيه تخزية مرتدة من البيئة الخارجية تفيد في اقبار المنظمة عن مدى مقابلة احتياجات المستقلق والمجتمع الذي تعمل في المنظمة. ده مهم جدا. اه عندنا شكل انه هو بيوضح المنظمة كنظام مفتوح. عناصر المدخلات زي ما هو موجود قدام منكم على اياتكم اليمين. العمالة. رأس المال. المواد الخام. التكنولوجيا. المعلومات. عملية التحول بتشمل انشطة المختلفة لحويل المدخلات لمخرجات عناصر المخرجات اللي هي السلعة النهائية او الخدمات اللي بتقدمها المنظمة. اه البيئة المحيطة هنا هو بالنسبة للمدخلات اللي هما الموردين. السابلاير. العملية التحول المنظمة. ولازم تكون المنظمة دي مهتمة بالابتقار والابداع. البيئة المحيطة اللي هما ايه المستهلكين. لازم نشوف المستهلكين ايه احتياجاتهم ايه رغباتهم عن سوان. دي اللي بنسميها التخزية المرتدة من العملاء والمستهلكين. الاداء المؤسسي يعني ايه اداء مؤسسي? يعني خلق قيمة. القيمة اللي قلنا القيمة المضافة بيعتبر ان ام من عناصر الاساسية في منظمات الاعمال الحديثة. القيمة يمكن ان تقول عندما تستطيع عمليات تحولها في المنظمة من اضافة قيمة جديدة للتكلفة الاسئلة لمدخلات النظام. ليه خلق قيمة مضافة. خلق قيمة مضافة معناها تستطيع منظمات الاعمال من تحقيق ارباح المنظمات الغير هدفة الربح تستطيع ان تضيف صروة للمجتمع. زي ما انتو شايفين المشاركة بتاع الجمعيات بتاعت المجتمع المدني اللي هي الغير هدفة الربح بتؤدي دور فعال جدا في المجتمع من خلال بناء مستشفيات زي مستشفيات سبعة وخمسين تلاتة سبعة وخمسين زي مدارس زي 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 دور بيضيفوا قيمة للمجتمع اللي هم عايشين فيه. زي جمعية الارمان زي مجد يعقوف على سبيل المثال كل ده بيقدم خدمة وصروة حقية. الاداء المؤسسة بيعتمد على الانتاجية. الانتاجية عبارة عن المخرجات على المدخلات. هي من قياس عامل المنظمة ككل قياس الجودة والكمية لاداء العمل مع الاخذ في الاعتبار مدى استخدام المصادر المتاحة في الحزبان. فعالية وكفاءة. فعالية الاداء. قياس مخرجات المهام ومدى تحقيق الهدف. بتعبر عن مدى تحقيق النتائج المربوعة من استخدام الموارد. كلما كانت النتائج جيدة كلما كانت الفعالية عالية. دي اللي بنقول عليها ايه? فعال. ايه الكفاءة. الكفاءة قياس من خلالات النظام لتكلفة الموارد المرتبطة تحقيق الهدف. يعني الاستخدام الامثل للموارد المتاحة. الاستخدام الامثل للموارد المتاحة لمنظمة لأقصى درجة ممكنة. فازن ازن المنظومة الجديدة في منظمات العمال الحديثة كان الاول يقول لك الفعالية زائد الكفاءة. لا النهاردة بنتكلم على الفعالية في الكفاءة. يعني لو كنت كفء لكن غير فعال يبقى النتيجة سفر. لو كنت كفء ومش فعال يبقى النتيجة برضو ايه صفر. عندنا شكل هنا بيوضح الانتجية وابعاد الانداء التنظيمي. في عندنا بعدين البعد الرأسي اللي هو تحقيق الهدف اما عالي او منخفض. وعندنا على البعد الافقي استغلال موارد من ضعيف ليه جيد. ايه هو الوضع الامسل اللي هو يكون استغلال موارد جيد وتحقيق الهدف عالي. اللي هو بيدينا المربع اللي على ايدكم الشمال فوق اللي هو فعال وقف تحقيق الهداف لاستغلال الامسل للموارد وانتجية مرتفعة. الحاجة اللي مش عايزان ايه اما يكون استغلال الموارد ضعيف وتحقيق الهدف ده بيبقى غير فعال وغير كفء. عدم تحقيق الهداف واهدار الموارد بتاعته. استغلال الموارد لما يكون جيد مع الهدف يكون منخفض كفء وليس فعال. وعدم اهدار الموارد لم يحقق لايه الاهدف. الضعيف من استغلال الموارد مع العالي من تحقيق الهدف فعال وليس كفء. تحقيق الاهداف اهدار الموارد. دي المنظومة اللي يجب ان نخلي بالنا منها ان احنا نبقى ايه اه فعال وكفر في نفس الوقت. يعني عالي بالنسبة لحفظة الهدف. استغلال الموارد يكون استغلال جيد. ايه التطورات اللي حاصلت في مجتمع العمال الحديث والقادة تتمامت زي بدراسة تطورة العمال. اول حاجة الايمام الاستثمار في الموارد البشرية. الاستثمار في الموارد البشرية هي العمود الفقر لاي منظمة. لو انا ما طورتش مهارات وقدرات الموظفين اللي عندي. ايه اللي هيحصل? مش هنقدر نتماشى مع سوق العمل الجديد. مش هنقدر ننافس. مش هنقدر نخش السوق العالمية. الاتعادة عن مفهوم الادارة بالاوامر والرقابة. بقت العملية من السلطوية دلوقتي ولا رقابة. من ان الرقابة دي بقت مهمتها قليلة جدا. ليه? لازم نهتم بالايه? ها? الادارة بالاهداف. تزايد الاتمام بروح فريق العمل وتنمية مفهوم العمل الجماعة. يعني نبعد عن الفردية ونروح للايه? لالجماعية. ازاي نشتغل بروح فريق العمل? وده مهم جدا فيه منظمات العمل الجديدة. زايد الاتمام بالعاون لتكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات. ان زي ما بقلتن لكم قبل كده لازم الموظف لازم العامل يهتم بالتطور التكنولوجيا. التطور التكنولوجيا عن طريق نظم معلومات. عن طريق كمبيوتر. عن طريق شبكات التواصل الابتماعي. الاعتماد على شبكات الاعمال بشكل مكسف. وده اللي احنا فيه. الازمة اللي احنا فيها دلوقت ده. لما ان الناس عارفها يعني ايه تكنولوجيا وايه التعليم عن بعد وايه وايه لاخره. كان حصلت مشكلة زي دي. وقفلت الجامعات الا هيحسن. الطالب مش هيقدر يدرس وايه وايه. فايه البديل ها? التكنولوجيا. التكنولوجيا اللي ايه? اللي ايه التعليم عن بعد. سجلنا محاضرات عن طريق ايه? بالصوت والصورة وفيديو. وبنبعتها للطالبة في بيوتهم. يعني وانت قاعد في بيتك اكيد انك قاعد في المدرج في المحاضرة بالزبط. بل احسن انت لما بتجيلي المحاضرة بتجيلي بعد يوم عمل شاق بتجيلي المحاضرة مثلا من اربعة لستة او من ستة لتمانية. انتو مجموعة المستشفىات كانت المحاضرة بتاعيكم من ستة لتمانية. الساعة ستة بتبقوا صحيح. بعد ساعة كله بيبقى نايم. قلو له دبطور كفاية كده دبطور كفاية. لا دلوقت المحاضرة زي ما انتواخدها في المحاضرة في المدرج. هتاخدها في البيت قاعد بستريح مع امراتك وولادك وبتشرب القهوة او الشاي بتتعشك وبتتفرج على المحاضرة وبتفهم الكلام كويس جدا. وديب من وسائل التكنولوجيا الحديثة. سيادة توقعات وطموحات قوة العمل الجديد. طبعا الناس دلوقتي بقى الطموحات هت زادت. زادت. فلازم نطور من انفس ده من اجل ايه تلبية الطموحات بتاعتي. الاجتماع بتوازن العمل مع جودة المعيشة واشباع الاحتياجات لازم يبقى فيه توازن ما بين الاجر اللي بتاخده وما بين ايه المستوى المعيشة اللي انت تركيز على السرعة في انكاز المهام. ودي اللي اللي بنقول عليها ايه فاعلية الاهدابة. ان احنا الانجاز بتاعنا صح مية في المية وفي نفس الوقت بناخدش وقت كتير. اللي هو تخفيض الوقت بقى مهمة كبيرة جدا. شوف مسلا في اللي هو انزام الشباك الواحد مسلا على سبيل المسال. خفض الوقت لو ما خفضش الوقت. كان الاول تروح تعمل رخصة طوع بالتلات اربع خمس ست ساعات. دلوقتي بتروح عشر خمستاشر ديئة بتطلع الرخصة. ليه? ها? هي دي المنظومة الجديدة اللي بتعتمد على منظومة التكنولوجيا.